طيب الأوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين من المواقع المحلية مزارع الجوف يسافرون يوما كاملا عبر الصحراء للوصول إلى مارب ومن موقع بلقيس المطالبة بالإفراج عن صحفي يعتقد أنه نشر صورة لم تعجب المحافظة ومن أخبارنا المنوعة بريطانيا تحقق في جريمة قتل وقعت قبل ألفين عام أهلا بكم منذ قرابة شهرين اقتحمت الاستخبارات العسكرية في المكلة منزل الصحفي عبدالله بكير واعتقلته دون توجيه أي تهمة رسمية له له لهذا خرجت عائلته وبعض من أقاربه كما يقول موقع قناة بلقيس في وقفة احتجاجية للتنديد بالقمع والاعتقالات التعصفية التي تمارسها السلطة المحلية ضد الصحفينا في حضر موت أدان المحتجون استمرار اعتقال السلطة للمصورة الصحفي عبدالله بكير ورفاقه منذ قرابة شهرين في سجون الاستخبارات العسكرية بالمكلة شارك في الوقفة أيضا صحفيون وناشطون إضافة إلى أقارب الصحفي عبدالله بكير بينهم والدته وزوجته وبناتهم مطالبين بسرعة الإفراج عنه الصحفي بكير كان يعمل ضمن طاقم المحافظ يعتقد أنه نشر صورة لم ترق للمحافظ متعلقة بإعلان دعاء له وأودع بسببها سجن الاستخبارات الصحفيون في المكلة حذروا السلطة المحلية من خطورة نهجها في قمع الحريات الصحفية واستخدام الاستخبارات العسكرية في التضييق على الصحفيين وملاحقتهم عبر إنشاء غرفة للرصد والاعتقال خارج إطار القانون وكانت أنباء قد تتحدثت عن دخول الزميل بكير في مرحلة الإضراب عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجا على احتجازه غير القانوني في زنزانة انفرادية في سجون الاستخبارات العسكرية بالمكلة مأرب والحوثي بين معركتين حق البقاء أم كسر العظم تحت هذا العنوان كتب يحيى السلايا مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا في جزء من المقال منذ أكثر من خمسة أشهر تواجه محافظة مأرب حربا وجبهات مفتوحة لم تتوقف ساعة واحدة بل تسير الحرب بوتيرة هي الأعنف منذ بداية الحروب بين اليمنيين والحوثي منذ أكثر من سبع سنوات لم تكن سهلة أبدا ارتدادات سقوط مديرية نهم ثم مدينة حزم الجوف بيد الحوثيين وأغلب ما يجري منذ بداية العام هو نتيجتها كانت نهم بوابة الصد الأهم عن مأرب والجوف بسقوطها بيد جماعة الحوثي لم تنفتح نهم كبوابة عسكرية أمام الحوثي فقط بل انفتحت معها أيضا شهية الحوثيين ومعنوياتهم بشكل غير مسبوق ظن الحوثيون بعد تجاوزهم الجبل أن المعركة صارت في متناولهم واعتقدوها أو قرروا أن تكون مأرب هي معركتهم الأخيرة تغلب عليهم هذا الشعور والفعل نتيجة انفتاح شهيتهم بسقوط نهم وتبعا لما اعتقدوه من قراءاتهم وتحليلهم لواقع وتفاصيل جبهة خصومهم الميدانية والسياسية والدولية السنفار والتحشيد الحوثي المستمر على أعلى مستوياته العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية تجاه جبهات مأرب والذي يتوازى مع الاستماتة المهولة والمجنونة ميدانيا من قبل مجامعه وكتائبه وآلياته التي لم تتوقف ساعة يكشف أن الجماعة ألقت بكل ثقلها في هذه المعركة قبل أربعة أشهر سوقت الجماعة داخليا وخارجيا بشكل واسع أن مأرب على وشك السقوط خلال ساعات وأيام مرت الأيام والأسابع والأشهر ليكتشف الحوثي نفسه أنه يدور في الفراغ وفي ذات المربع حاصلا كم من مهولا من مقاتلي الذين أكلتهم السفوح والسهول بأعداد هي عشرات أضعاف ما خسرهم في معركة الجبل نتذكر جميعا إعلان التهديدات والأيمان الحوثية المغلضة للحوثيين أنهم لم يصوموا رمضان إلا وسط مجمع مارب تقريبا كان ذلك الإعلان آخر ترسانته الجادة من المزاعم والتهديدات لكنه من قبلها بأشهر حتى اليوم لم يربح كيلو مترا واحدا على امتداد الجبهات المفتوحة والمشتعلة وكانت الخيبة ومواكب تشيع الأشلاة هي حصاده الوحيد باستثناء انكسارنا في قانية المرتبط بما شهدته مديرية ردمان إلى موقع المصدر أولاين والذي عنونا في أحد موضوعاته المترجمة لماذا وكيف تروج الإمارات أكذوبة الدورة التركي في اليمن؟ منذ فترة ليست بالقصيرة بدأت دولة الإمارات حملة منسقة في وسائل إعلام عربية وإنجليزية ممولة منها تحاول من خلالها الترويج لدور تركي مزعون في اليمن فكيف وأين تخوض الإمارات هذه الحملة؟ وما هي الأسباب التي تدفعها لذلك؟ الباحث التركي علي باكر أو باكير قال إنه عند رصد العديد من منصات وسائل الإعلام العربية والإنجليزية المولى من الإمارات في الأشهر القليل الماضية يلاحظ المرء وابلا متزايدا من الأخبار والتقارير المزيفة التي تهدف لإدراج اسم تركيا في الأزمة اليمنية وتشير هذه الأخبار والبيانات والتقارير والتحليلات إلى أنها جزء من حملة تضليل مدروسة بعناية تستهدف ما يسمى بدور تركيا في اليمن وبحسب الباحث الذي كتب مقالا باللغة الإنجليزية في TRT الدولية وترجمه موقع المصدر أونلاين فقد كانت مجلة أرب ويكلي على وجه الخصوص وهي من المنافذ الإخبارية التي تتخذ من لندن مقارا لها نشطة جدا بشكل ملحوظ في هذا المجال ولديها نسخة عربية كانت أكثر إثارة في هذه المسألة ويضيف يتمحور الموضوع الرئيس لتغطية حول دور تركيا في اليمن من خلال إحياء بعبع محور تركيا قطر الإخوان المسلمين وبيعه للجمهور من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة ويتابع أن تلك الحملة تركز على ثلاثة ادعاءات رئيسية أولها الادعاء بقيام تركيا ببناء وجود أمني بمساعدة حزب الإصلاح وثانيها تنفيذ ذلك المحور المزعوم مؤامرة منسقة لإنشاء مليشيات مسلحة أما الادعاء الثالث فهو أن هذا المحور يتعاون مع إيران والحوثيين لاستهداف السعودية والإمارات منذ أن سيطرت مليشي الحوثي على مركز محافظة الجوف توقفت الزراعة وتآكلت المحاصيل في الحقول ولم تجد من يقطفها وعنون موقع المشاهد نت الحرب تتسبب بحرمان المزارعين من تسويق محاصيلهم في الجوف خسر المزارع أحمد علي صالح 20% من محصول البصل في مزرعته بمدرية الروض التابعة لمحافظة الجوف بسبب تأخره في حصاده ما أدى إلى تلفه ويقول أحمد لي المشاهد للأسف خسرت هذا العام جزءا كبيرا من محصول المزرعة بسبب المواجهات العسكرية التي اندلعت مطلع العام الجاري ويضيف محاصيلنا التي تعبنا عليها طوال العام رأيناها وهي تتلف أمام أعيننا خصوصا وأن المحصول من البصل الأبيض معروف بأنه سريع تلف في حال تأخر حصاده ويبدأ موسم تسويق محصول البصل الذي تشتهر محافظة الجوف بزرعته إلى محافظة يمنية أخرى في منتصف مارس لكن الحرب التي اندلعت المحافظة بداية يناير الماضي وتسببت في سقوط مدينة الحزم مركز المحافظة بيد مسلحي جماعة الحوثي أثرت على تسويق المحصول إلى المحافظات الأخرى كما جرت العادة بعض المزارعين اختاروا المرور عبر الصحراء لتسويق منتجاتهم بعيدا عن مقاتل الميليشيا وقد يتوه المسافر ويضيع في الصحراء أو يلقى حتفه على يد عصابات من قطاع الطرق ورغم المخاطرة لأن المزارعين يغامرون بحثا عن فرصة أفضل لبيع منتجاتهم في أسواق مأرب المزارع أيضا علي عبدالله سائق شاحن متمرس ولديه خبرة في الصحراء يقول للموقع المسافة التي كنا نستغرقها في ساعتين إلى مأرب عبر الخط الرئيس أصبحت تستغرق يوما كاملا عبر الصحراء اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن تحت هذا العنوان كتب نبيل البوكيري مقاله المشهور في صحيفة العرب الجديد وجاءها في البقال اتفاق الرياض هو محصلة فشل سياسي وعسكري كبير للمملكة وتعبير واضح عن تراجع تأثيرها ونفوذها في اليمن الذي كان يمثل حديقة خلفية لها طوال العقود الماضية حيث ظل النفوذ وسياسة السعوديان هما سيداء الموقف في كل المراحل صعودا وهبوطا لكن الرياض تعجز اليوم كما نرى عن تحقيق أبسط هدف لها في المشهد اليمني الراعن لا نقول إسقاط الانقلاب الذي تدخلت لإسقاطه إنما عجزها التهم عن ضبط العلاقة بين من يفترض أنهم حلفاؤها في حرب اليمن المعلنة منذ خمس سنوات الشرعية والمجلس الانتقالي عدا عن هذا غدى التأثير والنفوذ الإماراتي في اليمن جنوبا وشمالا سيد الموقف وهو النفوذ الذي تديره أبو ظبي باحترافية شديدة بالتوافق والاتفاق التام مع النفوذ الإيراني الذي تمثله جماعة الحثي فالإمارات اليوم هي صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بما يسمى المجلس الانتقال جنوبا وكل الميليشيات التابعة لها هناك وما تسمى المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي رغم إعلانها مرات انسحابها من المشهد اليمني كليا فيما لا تزال صاحبة القول الفصل هناك أمام تراجع الدور والنفوذ السعودي وتلاشيهما وبالعودة إلى اتفاق الرياض الذي يستبعد تماما نجاح تطبيقه على الأرض أولا لأنه يتناقض مع كل أدبيات السياسة ومرجعياتها في اليمن من الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الذي تحدث تقرير لجنة خبرائه في يناير الماضي عن أن الاتفاق جاء لتقويض الشرعية المعترف بها دوليا عدا عن ذلك إنه يتناقض مع أبسط حقائق بواعث أزمة الصراع جنوبا وهو إرادة الانفصال وإرادة اليمن الاتحادي على الرغم من أن إرادة الانفصال غير يمنية قطعا في ظل انكشاف حامل مشروع الانفصال مجرد جماعة عدمية لا تمتلك قرارها بيدها وإنما هي جماعة مسلحة تنفذ أجندات المويل فشلت في مادة الرسم في الصف الثاني الابتدائي فغادت الفنانة التشكيلية الأولى في اليمن وعندما تركت دراسة الفلسفة في سنتها الأخيرة الليصانس عادت إلى نفس الكلية الأداب جامعة صنع فغادت أستاذة فلسفة الجمال في نفس القسم الذي غادرته عام 1989 الفلسفة هكذا افتتح موقع أنسم تقريره الخاص عن الفنانة التشكيلية آمن النصيري وعنون الموقع داخل حياة أستاذ فلسفة الجمال آمن النصيري وقال الموقع كانت الطفلة آمن النصيري المولودة في مدينة رداع التاريخية فنانة لا تحب التقيد بأي شكل من أشكال طنميط الرسم ولم تكن تدرك ما تفعل وأنها كانت تؤسس لشيء مختلف بات اليوم مدرسة يشار إليها مطلع السبعينيات كان الرسم مادة أساسية وكان الرسوب فيها كفيلاً أن يبقيك في الصف نفسه للسنة الثانية تتذكر آمن النصيري ذلك ما تزال قصة طريفة في مخيلتي فقد رسبت في مادة الرسم وأضطر الأساتذة إلى رفع درية لمستوى النجاح فنجحت بدرجات الرأفة لا تستطيع آمن أن تحدد من أين أو كيف جاءت فكرة الفن لم أصح يوماً وقد قررت أن أصبح فنانة كما تقول فمنذ الطفولة المبكرة بدأت أرسم على قصصات الورق وفي أغلفة الكتب وعلى جدران المنزل في كل دفاتر المدرسة دون السثنة وأتضيف كنت في بعض الأحيان أتلقى عقوبات قاسية خاصة على شخبطة الجدران أو الرسم في دفاتر كل المواد الأساسية هكذا نشأته وهكذا وجدت نفسي منذ الطفولة ثم المراهقة أرسموا وأصبح الأمر ظاهرة مألوفة في منزلنا الكشف عن جريمة قتل وقعت قبل ألف عام وفقاً لموقع البي بي سي لغز قتيل العصر الحديدي الذي عسر عليه مقيد اليدين وقال الموقع اكتشف علماء آثار هيكلاً عظمياً من العصر الحديدي يبدو يداه مقيدتين ويعتقدون أنه ربما كان ضحية جريمة قتل وعثر على الهيكل العظمي وهو لرجل ويرجع تاريخه لنحو ألفين عام يظهر مستلقياً على بطنه ويلامس وجهه الأرض في مقاطعة باكين جهامشير في إنجلترا ووصفت عالمة الآثار الدكتورة ريتشيل وود موت ذلك الرجل بأنه لغز وتأمل في أن يقود المزيد من التحليل إلى اكتشافه أو إلى اكتشاف مروع محتمل بشأن ملابسات مقتل هذا الرجل واكتشفت بعثته التنقيب منجسداً خشبياً يبدو شكله أشبه بسخور ستونغ هينج بالإضافة إلى مدفن روماني جاء ذلك ضمن اكتشافات تعود إلى عصور مختلفة تتراوح بين العصر الحجري الحديث وفترة القرون الوسطى شاهد عيان بين نيران الانتقال الإماراتي والانقلاب تحت هذا العنوان كتب جلال المسلمي مقاله المشهور في الجزيرة نت وجاء في جزء من المقال لن نقف حائرين فالحيرة تأخير عن الانتصار ولن يقشع الحيرة عن العيون سوى ظلمهم فلن ننتظر سيأتي الصباح حتماً ولن يتوهج ضوءه إلا بوعي الجميع عن زيفهم وظلمهم ولن يهتكى صلفهم لعبادة المال سوى ذل جباهنا أمام سبيل القهار ربنا كنت أتوهم من قبل أن الجميع لا يمكن أن يخونوا ولما كان يتحدث أحدهم عن خيانة ما كنت ألقمه ردوداً لاذعة مستهيناً بما يقولنا وحينما عاشرنا الكثير منهم وجدناهم يشبهوننا كثيراً يلبسون مثلنا ويأكلون ويشربون إلا أن أرواحهم مسلوبة في حضيرة عبادة النفس وإن حدثتهم عن الأوطان لا يفقهون وإن ناقشتهم عن دموع البسطة لا يعقلون وإن لمحوا في جيبك عملة نادرة سرعان ما يخر لك راكعين عجباً لأمرهم ويأويح عقولهم التي باتت مغلفة الزيغ والظلال والظلم ذلك جل ما يمضون فيه وشعار سبيلهم الحقد والارتزاق يا عزيزي هؤلاء يريدونك مكبلاً بالأصفات في غياباتهم يريدونك أن تستجدي أطراف أثوابهم وهم ينظرون نحوك من علن يريدونك دائماً مغيباً عن تاريخك وخويتك ويستمتعون أن يجدوك بينهم كدمية للتهزير وإن يوماً أفقت صاح بالحراس أخمدوا صحوتهم أطفئوا نقاشهم وإن لم فاسكتوهم بكواتم سأبقي حديثي مفتوحاً فكل ملفاتهم مدعاة للاستكشاف وكل أسرارهم تتداعى فيجب عليك كيمني أصيل أن تكمل ما لم تستحضره الداكرة أو أنني لازلت أجهله فكل واحد منا يملك أسراراً عنهم لا يعلمها الآخر وحي على الكفاح حي على النهوض والصحوة تحولت أنثى حمار تحت اسم باكويت لنجمة في كندا كما جاء في موقع دي دابليو إذ استحوذت إطلالتها المفاجئة خلال الاجتماعات التي تعقد بالفيديو عبر تطبيق زوم على الكثير من الإعجاب بمجرد انضمان باكويت إلى اجتماع افتراضي عبر تطبيق زوم تعلو آهات المشاركين بالاجتماع للمفاجئة بمشاركتها ليتبع هذا موجة من الضحك بنجاحها في إضحاك الكثيرين أصبحت باكويت وسيلة لتمويل ملجأ حيوانات تراجع دخله إثر توقف الزيارات إليه بسبب جائحة فيروس كورونا باكويت تنضم إلى الاجتماعات عبر تطبيق زوم بطلب من الناس فهي وسيلة لجمع الأموال بهدف توفير التغذير للحيوانات خصوصا خلال جائحات كوفي تسعة عشر تصل بدل أتعاب مشاركة الحيوان لمدة عشر دقائق في الاجتماع عبر تطبيق زوم إلى خمسة وسبعين دولارا فيما يبلغ سعر عشرين دقيقة مائة وخمسة وعشرين دولارا وسعر نصف ساعة إلى مائة وخمسة وسبعين دولارا في واقعة غريبة تقول صحيفة الشرق الأوسط عاد سارق إلى منزل في بريطانيا قد اقتحمه بعد أن نسي تي شيرت من ماركة أديداس بداخله تقول الأم في المنزل وتدعى كاثرين في نيكس أنها شعرت بالرعب بعد حادث السرقة وتفكر في الانتقال إلى منزل آخر وتتابع أنها كانت نائمة في سريرها وسمعت ضججا في الطابق السفلي وافترضت أنه عراك بين قططيها لكن بعد النزول للطابق نحو الساعة الواحدة صباحا اكتشفت رجلا يقف في المطبخ قالت كاثرين إنها كانت ترتعش عند دخول السارق الذي دخل إلى منزلها من نافذة المطبخ بعد رحيله اكتشفت وجود تي شيرت من ماركة أديداس باللونين الأبيض والأزرق على الأرض تابعت كاثرين بالقول كنت أعلم أنها ليست ملكي لذا التقطتها ووضعتها في المطبخ ثم ركضت كاثرين للحصول على هاتفا للاتصال بالشرطة عندما سمعت طرقة على الباب لتجد رجلا يسأل عن تي شيرت صديقه أبرز الأحداث كما وثقها مصور صحيفة الجاردين بريطانية نطالعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر عدد من رسومات الكاركاتير التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء